أضافت المحكمة أن هذه العقوبات غير مسبوقة تمثل هجمة خطيرة على المحكمة ونظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية سيادة القانون عموما كما اعتبرت العقوبات محاولة غير مقبولة للتدخل في أداء المحكمة تعيد العقوبات التي تفرضها واشنطن على المحكمة الجنائية الدولية لا تذكير بصلافة المنطق السياسي الأمريكي لا شرطية في الكون إلانا لا ترفض الولايات المتحدة أن تكون في قفص الاتهام فقط بل تحول المدعية العامة التي فتحت قضية الجرائم الأمريكية ضد الإنسانية في أفغانستان تحولها هي إلى خانة العقاب اليوم نتخذ الخطوة التالية لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأمريكيين للأسف أقوبات الولايات المتحدة طالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا ورئيس الاختصاص القضائي التكملي في قسم التعاون لقيامه بمساعدة بن سودا بالإضافة إلى ذلك فرضت وزارة الخارجية قيودا على إصدار التأشيرات لبعض الأفراد المشاركين في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الموظفين الأمريكيين وإن كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية للمدعية يعرض نفسه أيضا للعقوبات بوجه الجميع ترمي إدارة رئيس ترامب أسلوب تعاملها مع باقي العالم دولا ومؤسسات وشخصيات العقوبات ليست فقط طريقة حرب أمريكية بل تأكيدا لاستثنائيتها وتفوقها ورفضها معيار الربح والخسارة من الطبيعي أن تتوالى ردات الفعل العالمية الرافضة للعقوبات الأمريكية وآثارها على المتلقي لكن التركيز يجب أن يبقى على الفعل والفاعل فالمحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن التهديدات الأمريكية لن تثنيها عن عملها فملف أفغانستان أثقل من أي طوى بسهولة ورقم واحد كفيل بفتح هوله في كتاب منهجي للبروفيسور جدعون بوليا كشف أن عدد الوفايات الذي كان يمكن تجنبه أمريكيا في أفغانستان منذ عام 2001 يصل إلى ثلاثة ملايين تقريبا تسعمائة ألف منهم أطفال دون سن الخامسة القيام به بالتوارسة صيار اشفركوا في القناة